قال مساعد وزير الخارجية الامريكي تيبور ناجي إن المجلس العسكري الانتقالي لم يتم تأسيسه لحكم السودان ولكن للمشاركة في الانتقال إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنية ودعى ناجي كل من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير للعودة إلى المفاوضات والتوصل إلى استكمال الاتفاق ورأى ناجي أن الوقت قد حان لبدء الفصل التالي من السودان كما أدان مساعد وزير الخارجية الامريكي عمليات القتل الأخيرة في الخرطوم ومضايقة الصحفيين وطردهم في إشارة إلى قرار المجلس العسكري بإغلاق مكتب قناة الجزيرة دعين المجلس إلى عدم مصادرة حق المواطنين في التعبير السلمي